السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الوحدة السادسة الدرس الاول في هذا الدرس وفي هذه الوحدة سنبدأ بالحديث عن ستنجز اعدادات اذا هنا سنبدأ في موضوع ستنجز حيث تمحور هذه الوحدة حول الاعدادات سنتحدث الآن في هذا الدرس عن قائمة جنرال بالاعدادات وسنشاهد ما يمكن فعله في هذه القائمة هنا في الجنرال يمكننا القيام بأمور عدة تعتبر مهام وخصائص عامة بالموقع على سبيل المثال نبدأ هنا في الاعلى سايت طايتل عنوان الموقع مثلا بالتشاينة تاغلاين التفاصيل إذن نأتي هنا بالمؤشر وكما تشاهدون الهوبر جنرال ستنجز بالتشاينة وورد برس إذن هذا هو النص المكتوبون دعونا نذهب إلى الموقع بالتشاينة هنا بالتشاينة بالتشاينة المشاهد ما يمكن كما تشاهدون بالتشاينة وكما تشاهدون الآن بالتشاينة عنوان الموقع سايت طايتل وتاغلاين أيضا هنا يمكننا مشاهدة وورد بس عدرس العنوان للموقع أين يوجد ملفات الموقع فليس من الضروري أن تكون دائما يكون موقع دائما في الروت وكما تشاهدون هنا في الروت ربما يكون داخل مجلد فرعي ويمكننا نرؤية ذلك من خلال سايت آدرس يوارل انتر الادرس هنا إذا كنت ترغب بأن يكون موقعك في مجلد آخر بإمكانك عمل ذلك وهنا وكما تشاهدون في وورد برس. أورج شرح مفصل عن مجلدك الخاص فقد يكون الموقع الإلكتروني مقسم إلى أجزاء وبداخله عدد من المواقع أو المجلدات الفرعية وفي كل مجلد قد تكون بحاجة لإنشاء موقع من خلال وورد برس من يرغب في معرفة تفاصيل أكثر بإمكانه أن يأتي إلى هنا ويشاهد بأم عينه أين سيكون ترتيب المجلدات نعود هنا إلى نحن نصراحنا هذه الجزئية فقط للتنويه ولمن يرغب بعمل أكثر من الموقع داخل الدومين الواحد بإمكانه أن يقوم بإنشاء مجلدات فرعية داخل الدومين ورفع ملفات وعمل وترتيب من هنا ترتيب فيمكن على سبيل المثال هنا أن يكون ونسميه مثلا سايت 1 أريد أن أعطيكم مثال واقعي أكثر عما أتحدث عنه هنا لدينا في الموقع الصدافة على سبيل المثال هنا bluehosting.com كما تشاهدون هنا موقع إلكتروني كامل موقع أساسي لتحدث عن الصدافة لدينا هنا نماذج والقوالب النماذج والقوالب في الموقع هي عبارة عن مواقع الإلكترونية كل موقع هذه إذن هي النماذج والقوالب بعفون النماذج الأول النماذج الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع وحتى النموذج العاشر هنا نعود سويا لنختار أحد النماذج نفترض يكون هذا النموذج سنشاهد أين سنذهب و أين سنصل كما تشاهدون هنا الموقع الأساسي Blue Clouds هذا هو الموقع الرئيسي هنا ذهبنا إلى موقع آخر blueclouds hosting dot com slash site 2 إذن هذا هو المقصود به في site address الذين تحدثت عنه هنا site address URL إذن هذا هو الموقع المسمى blueclouds hosting موجود بداخله عدد من المواقع الفرعية وهذا هو أحد المواقع هذا هو أحد المواقع الفرعية متفرعة داخل الموقع داخل الموقع الرئيسي إذن هذا هو كل شيء نقوم بإغلاق النافذة حتى لا يكون لدينا عدد أكثر من النوافذ وهنا نقمل الشرح هنا لدينا email address هنا العنوان البريد الإلكتروني الرئيسي الذي يكون نصر عنه admin مدير الموقع ويكون مرتبط تماما بكل الإضافات البرمجية التي يمكن إضافتها إلى الموقع مثل نموذج للتصل بنا الذي قمنا بإنشائه في الدروس السابقة فأي رسالة سترسل من أي شخص سيصل لكم notification وسترسلكم الرسالة إلى البريد الموجود هنا تماما أيضا ويمكن بتأكيد تغيير هذا البريد وإنشائه بأي اسم آخر أيضا أي notification لتحديث أو لتسجيل مستخدم جديد أو يوزر أو أي تغيير يحدث في الموقع مباشرة سيتم إسأل notification لكم هنا من برشب خلقنا بفعله في المحاضرة السابقة بإضافته لحيث نسمح لأي شخص يرغب بالتسجيل بالموقع اللي يكون كما نشاهد هنا حتى يتمكن من إضافة نفسه بكل بساطة ننوه هنا إلى يجب أن لا يكون لا يتعدى ويجب الحذر حذاري فلو افترضنا أننا أخترنا وقمنا بعمل حفظ للأدادات فهذا يعني أن أي شخص لإمكانه أن يدخل إلى الموقع وأن يذهب ويقوم بعمل وأن يكون مدير الموقع ويشاهد كل هذه النوافذ وبإمكانه أن يحدث الموقع تماما لذلك في اما او كأكسى تعديل والأفضل أن يكون فقط وهو الشخص المخول فقط بإضافة بالموقع هنا أيضا لحفظ الأعداد والأدادات حسب المنطقة الزمنية أو المكان الزمني الذي تعيشون بها أو الوقت الزمني الذي ترغبون بأن يكون مرافق للموقع الإلكتروني من حيث إضافة على سبيل مثال أو الصبحات أو المواضيع أو المقالات أو الأخبار أو الملفات الفيديو أو الصور أو أي شيء آخر من خلال الموقع وترغبون بأن يظهر مثلا بتوقيت توقيت سان فرانسيسكو نيويورك تشيغاغو أو سبني أي مكان في العالم بإمكانكم أن تقوم بتحديد تايم زون الخاص بالموقع والذي سيتم اعتماده بشكل عام أيضا هنا تنسيق التاريخ كيف سيكون تنسيق التاريخ الذي يظهر مع المقالات هل هو بهذه الصيغة أن يظهر اسم الشهر والرقم اليوم والتاريخ بهذه الصيغة أم سيكون هكذا رقم 2016 5 21 وهكذا السنة ثم الشهر ثم اليوم وبهذه الصيغة أم بهذه الطريقة أن يأتي اليوم ثم باكسلاش ثم اليوم ثم الشهر أو هذه الصيغة أو أن يكون بصيغة مخصصة إذن هنا نتحدث عن تنسيق التاريخ وكذلك بالحال هنا في تنسيق الوقت كيف سيظهر الوقت في المقالات مثلا تم إضافة مقالة أو خبر جديد كيف سيتم تنسيق ظهور التاريخ للوقت الذي تم إرفاق هذا الخبر أو هذه المقالة في الموقع بإمكانكم أيضا اختيار التاريخ من هذه الخصائص المتوفرة ومتاحة وأيضا بإمكانكم أن تقوم بعمل خاص بكم هنا نتحدث عن أيام الأسبوع من أين تبدأ بالنسبة لكم هل هو منضي أول أيام الأسبوع أم سندي أم تيوزي أم ونزدي حسب المنطقة أو المكان الزمن الذي ترغبون به أو حسب التنظيم الذي تفضلونه لغة الموقع ما هي لغة الموقع إنجليش عربي إذا اخترنا عربي ستحول قل قواء مباشرة إلى العربي وهذا شيء دعونا نذهب إلى عربي ونختار نشاهد ما الذي سيحدث هنا إذا اخترنا لغة الموقع انتظرنا قليلا لنشاهد لمن يلغب في استخدام العدادات باللغة العربية وهذا الشيء تحدثنا فيه في أول محاضرة في أول درس بالإمكان العمل على هذه المنصة وهذا الشكل ولكن أنا نصيحة لجميع لكل من يتعلم تطوير مواقع الويب ويتعلم التكنولوجيا الحديثة أن يتعلم المصطلحات الأساسية أن تكون باللغة الإنجليزية فعلى سنة مثلا هنا إضافات إضافات برمجية نسميها على كل حوال اسمها باللغة الإنجليزية عندما تذهب إلى جوجل أو إلى ورد بيس أو إلى أي برمجية أو إلى مواقع الويب في العالم بأكملها ستجدبها باسم عندما تتعلم دورة تطوير وتصميم مواقع واحترافية وتأخذ المصطلح بترجمة بلغة أخرى تأكد تماما أنك لن تصل إلى الفائد المجوء الذي أنت تبتغيها ليس من ضرور أن تكون فتحل وإنسان في اللغة الإنجليزية فنحن نتحدث باللغة العربية في الشرح بشكل كامل ووافي ونقوم بترجمة أي كلمة تصب عليك أو أي كلمة بشكل عام ما هو معناها وماذا تقصد بالضبط ولكن الأفضل والأفضل أن تكون الصفحات والعنوين الأساسية كما هي باللغة الإنجليزية فكل البرمجيات اللغة في العالم الموحدة هي اللغة الإنجليزية في المواضيع التكنولوجية إذن هنا نعود لوضع اللغة بالإنجليزية وحفظ التغييرات وحفظ التغييرات وهنا وضع صعب جدا سيكون لأي شخص يرغب بتصميم المواقع والإفترض أن أحدكم طلب منه أن يكون بتصميم موقع الجمعية أو مؤسسة وبالتأكيد تعلمون أن لغة التواصل بين شعوب العالم هي اللغة الإنجليزية وبالتالي الأفضل أن تكون الأساسيات باللغة الإنجليزية هذه الأشياء يكون باللغة العربية وكما تسمعونا الآن نحن نتحدث العربية ولنشرح لكم بالعربية مئة بالمئة هنا بعد ذلك وفي هذه المطاف تحدثنا عن سايت وكل هذه الخصائص وقمنا بحفظ التغييرات والتعديلات كما تشاهدون هنا إلى هذا القدر نكتفي من الدرس الأول في الواحدة السادسة انتظرنا في الدرس القادم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر